السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم النهاردة ان شاء الله تعالى هنعرف ازاي ننفي simple present وازاي نكون عليه سؤال بهل وهنطبق الكلام اللي هنخده ان شاء الله تعالى النهاردة على personal care products personal care products اللي هي منتجات العناية الشخصية بما اننا بنستخدمها في حياتنا الروتينية حياتنا اليومية المعتادة عشان كده ان شاء الله تعالى مش بس هنطبق عليها النفية والاستفهام احنا هنطبق عليها زمن المضارع البسيط ككل تعالوا نبدأ بالناجاتيف اللي هو نفي المضارع البسيط نفي المضارع البسيط سهل وما فوش اي تعقيد كل اللي هنه هعمله هستخدم do او does وحط بعضهم not وسواء استخدمت do او does لازم اجيب بعضهم على طول الفعل الاصلي بدون اي اضافات وطبعا احنا قبل كده اخدنا الضمائر اللي بتيجي مع do واخدنا الضمائر اللي بتيجي مع does وعرفنا كمان اختصار do not وdoes not تعالوا ناخد امثلة يعني اختي تستخدم الصابون لغسل الشعر طيب هنا عندي الفعل uses عشنا فيه هنا هستخدم ايه هستخدم does طيب ليه does عشان الفعل هنا عندي my sister اللي لو شلتها وحطت مكانها ضمير هحط مكانها ضمير الفعل شي وشي بتيجي مع does يبقى انا هنا عشنا في الفعل هحط قبلي does not بس كده خلاص لا خلاص ايه كده فيه غلطة احنا اتفقنا ان احنا اذا استخدمنا does not او استخدمنا don't لازم احط بعدها الفعل بدون اي اضافات وهنا الفعل مضاف لحرف الاس فلازم ارجعه الاصل بدون اي اضافات يبقى هنقول يعني اختي لا تستخدم الصابون لغسل الشعر but she uses shampoo and sun conditioner ولكن هي تستخدم الشامبو وبعض بلسم الشعر tweezers scissors i pluck my eyebrows with tweezers يعني انتش حاجبي بالملقط لو انا عيزا فيها استخدم ايه great سمع الناس بيقولوا هنستخدم don't طيب ليه عشان الفعل هنا عندي ضمير اللي هو i وi بتجي معدو يبقى انا هنا هحط don't قبل الفعل بتاعي الفعل الاساس بتاعي اللي هو pluck يبقى هنقول i don't pluck my eyebrows with tweezers i don't pluck my eyebrows with tweezers يعني انا لا انتش حاجبي بالملقط i just use scissors to trim them يعني انا فقط استخدم المقص لتهذيبها يعني بقص شوية صغيرة منهم i don't use cain swaps to clean my ears يعني انا لا استخدم اعواد قطنية لتنظيف اذني because it damages ear drum because it damages ear drum لأنها تضر بطبلة الأذن we don't like bobby pins we don't like bobby pins يعني نحن لا نحب دبابيس الشعر هنا نافى الفعل like by don't ليه عشان ضمير الفعل عندنا هنا وي وي بتجي معدو bath sponge bath sponge loofa my brother doesn't use loofa in the shower but he used the bath sponge my brother doesn't use loofa in the shower but he used the bath sponge يعني اخي لا يستخدم اللوفا في الاستحمام لكن بيستخدم سفنجة الاستحمام طيب ازاي نعمل سؤال بهالف زمن المضارع البسيط yes no question اللي هو بتكون الاجابة عليه بyes بلا أو no لا برضو سهلة هنسأل بدو أو داز كل واحدة على حسب الفعل أو ضمر الفعل اللي عندنا وما ننساش سألت بدو أو سألت بداز لازم تستخدم معاهم الفعل الأصلي الفعل الأساسي بدون أي إضافات تعالوا ناخد أمثلة ريزر ريزر شيفين كريم شيفين كريم سام نيدز تيوز شيفين كريم ويدا ريزر سام نيدز تيوز شيفين كريم ويدا ريزر يعني سام يحتاج لاستخدام كريم الحلاقة مع شفرة الحلاقة طيب لو أنا عايزة دلوقتي أعمل عليه سؤال بمعنة هل هسأل بإيه؟ تمام سام على الكل بيقول هنسأل بداز طب ليه داز عشان هنا الفاعل عندي سام اللي لو شلته وحطيت مكانه ضمير هحط مكانه ضمير الفاعل هي وهي بتيجي مع داز يبقى أنا كده كل اللي أنا هعمله أني هحط داز في أول الجملة يبقى كده خلصنا السؤال لا طبعا ما خلصناش إحنا اتفقنا إن إحنا إذا استخدمنا دو أو استخدمنا داز لازم يجي معاهم الفعل ما نفهوش أي إضافات وهنا نيدز جاي مضاف لها حرف الأس فانها شيله ورجع الفعل الأصله هيبقى نيد يبقى كده الجملة هتكون يعني هل يحتاج سام لاستخدام كريم الحلاقة مع شفرة الحلاقة؟ يعني أنت تشكلين أظافرك بمبرد الأظافر هنا عشان أسأل بهل هستخدم دو عشان هنا ضمير الفاعل عندي يو ويوب تجي مع دو يبقى هنقول يعني هل تشكلين أظافرك بمبرد الأظافر؟ يعني هل تقليم الأظافر يتلف الأظافر؟ يعني هل هي تحب رابطة الشعر؟ تعالوا بقى ناخد الأمثلة على المضارع البسيطك كل يعني معظم الناس يستخدمون فرش الأسنان ومعقون الأسنان وخيط تنظيف الأسنان لتنظيف أسنانهم استخدم هنا الفعل use في زمن المضارع البسيط عشان يعرفني أن دي عادة أو روتين عند الناس لأن الناس دايماً بيستخدموا فرش الأسنان ومعقون الأسنان عشان ينظفوا أسنانهم يعني النظارات الشمسية لا تقل أهمية عن كريم الوقاية من الشمس بتحمي عناك من التلف اللي بتسببه الشمس هنا استخدم الفعل protect في زمن المضارع البسيط لأنه بيتكلم عن حقيقة وهي أن النظارات الشمسية مهمة زي كريم الوقاية من الشمس يعني العطر يوفر رائحة كاملة لجسمك لكن مزيل العرق يساعد على إيقاف رائحة الجسم وهنا جاب الفعلين provides وhelps في زمن المضارع البسيط لأنهم بيعبروا هنا عن حقائق بتكلم هنا عن حقائق الحقيقة الأولى أن العطر بيمد الجسم كله بالرائحة بيخلي الجسم كله في ريحة والحقيقة التانية أن مزيل العرق بيوقف ريحة الجسم في مناطق معينة hair gel hair brush comb hair dryer I apply the hair gel to my hair I apply the hair gel to my hair يعني أنا أضع جل الشعر على شعري ثم أستخدم فرشات الشعر أو المشت المساعدة الجل على الاحتفاظ بالشكل الذي أريده after that I use hair dryer to make the gel dry faster and to help shape my hair after that I use hair dryer to make the gel dry faster and to help shape my hair بعد ذلك باستخدم مجفف الشعر لتكفيف الجل بشكل أسرع وللمساعدة في تشكيل شعري شفته هنا لما جيت كلم عن عدته في التعامل مع شعره والروتين المعتاد عليه استخدم الأزمنة كلها في زمن المضارع البسيط tissues tissues toilet paper tissues have smoother surface than toilet paper tissues have smoother surface than toilet paper يعني الملديل الورقية لها سطحة أنعم من ورق الحمام ودلوقتي جدوركم جدور الpractice هقول دلوقتي مجموعة كلمات وانتو تحاولوا تكونوا جمل عليهم وتكتبوها لي تحت في التعليقات وكمان تسجلوها بصدقكم وتشلوها في ملف الصوتيات بتاعي يلا بينا hand mirror hair spray after shave wet wipes hair clips makeup remover makeup remover hair cream hair cream hair oil hair oil يارب تكونوا استفدتم من درس النهاردة أشوفكم على خير إن شاء الله تعالى في الفيديو اللي جاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته العالم